ما هيك؟ مش الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل نستهلها بالعنوين افتتاح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في بلدة شبع وأهالي العرقوب يتناعمون بيوم صحي مجاني المشنوق على الحكومة أن تأخذ حساسيات جميع الأطراف بعين الاعتبار وأن تتعامل معها بروية لتمرير هذه المرحلة المعارضة السورية تواصل تقدمها في ريف حما وتركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدودها مع سوريا وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد السعودية تقول إن من المعقول أن تنضم إلى المنتجين الآخرين في تعديل إنتاج النفط وفي الرياضة الأردن يفلط من الهزيمة أمام لبنان في مباراة ودية نبدأ من شبعة حيث أقيم حفل افتتاح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بشكل رسمي بدعوة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان وبمشاركة السفير حمد سعيد الشامسي وطاقم السفارة إلى جانب المعنيين في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الافتتاح حضرته فعليات المنطقة وقد كانت كلمات أكدت على ضرورة وجود هذا الصرح الطبي في منطقة العرقوب التي استفاد أباؤها من المعاينة والمعالجة المجانية اليوم تقرير ربيع شنطف عمل دؤوب في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في بلدة شبعة بالتعاون مع مستشفى المقاصد سبق موعد الافتتاح الذي ضربه السفير الإماراتي في لبنان حمد بن سعيد الشامسي أي في الأول من أيلول الشامسي زار البلدة برفقة أعضاء جمعية المقاصد الإسلامية الخيرية حيث كان في استقباله رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب وقد اطلع على سير العمل في العيادات لسيما وأن اليوم الأول قد خصص للمعاينات المجانية هذا المستشفى يخدم لبنان بشكل عام والجنوب بشكل خاص وهذا العمل الإنساني الذي قدمته دولة الإمارات بواحد وعشرين مليون دولار مكمل للعمل الإنساني اللي قمنا فيه في الجنوب وهو من أكبر المشاريع اللي هو نزع الألغام كانت تكلفته سبعين مليون دولار نحن الحمد لله سياستنا الإنسانية تجاه لبنان مستمرة الرسالة الإنسانية مستمرة والدعم كذلك مستمر للشعب اللبناني أمام هذا الواقع وفي ظل هذا الاهتمام من قبل دولة الإمارات ومن سمو أميرها بالتحديد نقول لكم يا سعادة السفير إن كل هذه المشاريع التي قدمتموها لبلدتنا ستبقى رمزا لعطائكم ووفائكم لنا وعربهم محبة وتقدير سنحافظ عليها السفير الإماراتي استبقى وصوله باتصال أجراه مع والدة الشاب الشهيد شاكر ماضي والذي قضى بعدما تعذر إيصاله إلى مستشفى متخصص وطلب السفير إلى الوالدة الحضور مطلقا على قسم الطوارئ اسم ابنها أنا خسرت ابني وأنا بتمنى أنك أنت اكسبك ابن واكسبك خي لا إلي أنا ما بنسى كل من سيهم وكل من سعى لهذا الصرح الكبير وهي دا كمان عربون شكر من الشيخ سعد الحريري لسيهم كمان معنا بكل شي ألوش وقبيل الاحتفال رفع السفير الشامسي ستار عن لوحة التذكارية وضعت في محيط مبنى الأطباء الذي يتم تشيده وفي الختام أقام رئيسه البلدية حفل غداء على شرف السفير والحضور إنه اليوم الذي انتظره أهالي العرقوب طويلا وهم يشكرون كل من ساهم بفتح هذا الصرح الطبي الكبير ويأملون أن يحققوا المزيد من المطالب وأن تضع الدولة حدا لإهمالها لهذه المنطقة التي لا يزال جزء منها محتل من أمام مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في شبعة ربيع شنطف تلفزيون مستقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق وصف من دار الفتوى الوضع في البلد بحالة الضياع وأكد أن على الحكومة أن تتعامل مع جميع الأطراف بروية لتمرير المرحلة الصعبة وضع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في إطار التشاور في التطورات السياسية الحاصلة والتي وصفها بحالة الضياع مشيرا إلى أن هذا التشاور هو ضرورة وطنية لأن المفتي قادر على تصويب الأمور في البلد ولصالح كل اللبنانيين عن طريق الاعتدال المشنوق أكد أن أي كلام سياسي يأخذ طابع المواجهة يزيد الانقسام في البلد في ظل الأزمة الدستورية الحاصلة والوضع الاقتصادي المتردي مطمئنا إلى أن الوضع الأمني ممسوك من قبل الجيش والقوى الأمنية هذه الحكومة اللي سماحته دائما وصيه بمزيد من تماسكها ومزيد من انتاجها انتاجيتها ومزيد من قدرتها على العمل وبمزيد من التفاق حول الرئيس الحكومي كمان بدأت تأخذ بعين اعتبار حساسيات كل الأطراف والتعامل معها بعدو وبروية وبدون حدي اللي بساعد على تمرير المرحلة الصعبة الوزير المشنوق لفت إلى أن أسباب غيابه عن جلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سيضعها بتصرف رئيس الحكومة مؤكدا عقد جلسة الأسبوع المقبل في ظل معالجة الخلافات الحاصلة كما أشار إلى أن الأولوية هي الانتخاب رئيس للجمهورية المطروح بالنقاش الجدي والخلاف بالموضوع الحكومي هو عنواني هل الأولوية للخلاف حول التمديد لقيادات عسكرية أو الأولوية لانتخاب رئيس نحن موقفنا المبدأين من اللحظة الأولى وردنا على سؤال حول مسألة جمعية حماة الديار أكد أنه أرسل هذه القضية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسيتم وضعها على جدول أعمال أول جلسة للمجلس بسبب مخاطرها الأمنية واستفزازها للناس أكد الرئيس فؤاد السانيورة أنه لم يشعر بأن تيار المستقبل هو المعني بلطشة رئيس المجلس النيابين بهبري حول الدلع السياسي ورفض أي اقتراح للتسوية من خارج الدستور قائلا لصحيفة السفير سبق أن انزلقنا في الدوحة فكانت النتيجة سيئة ثم جربنا اتفاق بعبدة فقالوا لنا غلوه واشربوا ميته والآن إذا قدمنا تنازلا إضافيا سيطلبون المزيد من البيان الوزاري إلى الحقائب فلماذا نواصل هذا المسار الانزلاقي الذي لا يؤدي سوى إلى مزيد من الانحدار في الوضع العام صدر عن رئيس مطار رفيق الحرير الدولي المهندس فادي الحسن بيانون أوضح فيه ما تم تداوله حول هبوط طائرة ركاب لبنانية تحمل اسم وينغز أف لبنان في مطار بنغوريون الإسرائيلي وقالت رئاسة المطار أن شركة وينغز أف لبنان كانت قد استأجرت طائرة من احتى شركات الطيران التركية وتدعى وينتيل وذلك بموجب اتفاقية تأجير أجريمند ليزويت تعتمد تمتد من تاريخ حزيران 2016 حتى كانون الأول 2016 وقد أقلعت الطائرة المذكورة إلى تركيا بتاريخ 27 آب 2016 لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وفقا لجدول الصيانة الدورية وقد تبين بعد ذلك أن الشركة بعد استكمال أعمال الصيانة قد قامت بتشغيل الطائرة بين أنطاليا ومطار بنغوريون دون إزالة شعار الشركة اللبنانية عن الطائرة أكد وزير الزراعة أكرم الشهيب بعد لقائه الوزير نهاد المشنوق أن لا بديل عن خطة النفايات المطروحة مشيرا إلى أن الفريق الذي وضعها منفتحا على جميع الأفكار لتحسينها أزمة النفايات في المتن وكسروان بحثها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع وزير الزراعة أكرم الشهيب الذي أكد للمشنوق على دور وأهمية البلديات في عملية فرز النفايات وإيجاد الحلول ضمن اللامركزية شهيب لفت إلى أن الخطة الحالية ليست الأمثل وإنما الممكن إذ لا بديل عنها مع الانفتاح على أي تعديل هلأ باجتماع الأمس كل البلديات من خلال اتحادات بلدياتها أكدت على عدم القدرة على القيام بأي دور في المرحلة الحالية وأكدت أنه في أحسن الأحوال تحتاج إلى سنة إذا توفرت الإمكانيات والأرض والمعرفة لإيجاد الحل اللازم كانت الخطة هي التالية فتح النعمة لمدة شهرين بعد ما أقفل النعمة وانتهى العمل فيه وأكدنا على ذلك وأصلنا البيئة الضاحية الجنوبية بعبدة مع قسم من علي ساحل علي إلى الكوستا برافا والمتن كسروان إلى برج حمود وسد البشرية وهذا تم بموافقة مجلس الوزراء اللي اعترضوا على مبدأ النفايات وعلى الخطة هنا الطيار الوطني الحر أما بقية الوزراء فوافقوا على الخطة وهذا مثبت حتى بكلام الرفاق في حزب الكتاب بجلسة المال والموازن قال نحن وفقنا طيب وفقنا شو عدا ما بدأ هلا تنرجع نرجع الزبالي رايحين على فاصل خريف رايحين على مدارس رايحين على حالة تحتاج إلى استقرار ولا تحتاج إلى هذا الذي يحدث اليوم بموضوع النفايات أكاد أقول يعني راح نوصل لأكتر من تمني بديش أولى الكلمة مبارح مع الرفاق في حزب الكتاب إنما إذا كان الموقف سياسي من هذا أنا ما عندي حل إذا كان الموقف بيئي كل التسهيلات حضرين إلى كل التسهيلات ضمن الخطة الموضوعة والتأكيد علي أزمة النفايات أيضا بحثها الوزير الماشنوق مع النائب غسانم خيبر الذي أكد على دور وزارة الداخلية في تطوير الحل على مستوى لا مركزية ومن زوار الداخلية رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ورئيس بلدية زحل أسعد الزغيب إلى ذلك رأى عضو كتلة الكتائب النائب فاد الهبر أن الوزير أكرم الشايب حريص على تنفيذ خطة النفايات خوفا من أن تعود إلى الشارع من جهة أخرى وفي حديث لبرنامج كلام بيروت لفت الهبر إلى أن العماد ميشيل عون لا يحترم اللبنانيين وهو لا يزال يضرب القيمة الدستورية والنظام الديمقراطي الوزير الشايب حريص على الخطة لأن خوفه أنه ترجع النفايات قلية العمل ما بتصير إلا ما نبلش ببرج حمود لأنه أصلا الجبل القديم ببرج حمود يلي حجمه خمسة مليون متر مكعب من النفايات من أربعين سنة يعني هذا له حل ببرج حمود هلأ ليش بدنا نورت هذا السؤال ليش بد نورت برج حمود وجديدة بمطمرتين يلي اسمه جديدة هيدا السؤال عم نسأله مشروع لا مركزية لا مركزية للنفايات يلي عم بديره استيس أكرم أوكي مع مشروع استيس أكرم فيلا مركزية هيدا بده تكامل وبده تسريع وبده نواب المتن خاصة مش نيتركوا الشيخ سامي جميل لحاله هلأ مشكور إبراهيم كنعان عم بي رئيس اللجنة عم بيجاهد بهالموضوع هيدا لا ننجي ساحل المتن من مكب اسمه الجديدة أما إذا تركنا الأمور هيك رح يصفي فيه مكب الزلقى لقدام بعد أربع سنيه ومكب بأنتلياس وبدنا نرجع مكب بجونة خلينا نقول لك موضوع الدلع الرئيس بري عم بيقول عرفها الجنرال مكانه عند حزب الله فتدلل السلامين فرنجية بيرضى بانتخاب النواب يعني بيحافظ على القيم الديمقراطية ونزمه الديمقراطي البرلماني احترام المجلس النيابة يعني احترام نبيه بري لا الجنرال عون بده تعيين لا شيف نبيه بري ولا شيف النواب ولا شيف المجلس ولا شيف النظام الديمقراطي ولا شيف الشعب اللبناني ولا شيف الدستور استكملت المعارضة السورية عمليات تحرير قرى ومدن ريف حمال خاضعة للنظام وميليشياته وحققت تقدما ميدانيا كبيرا لتصبح على مشارف مدينة حمال بعد سيطرتها على بلدة معردس وعلى كتيبة الصواريخ في البلدة من جهة أخرى واستكمالا لعملية درع الفرات أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدودها مع سوريا من قلب بلدة معردس المحررة وصلت المعارضة السورية تقدمها في ريف حماه الشمالي حيث تمكنت من تحرير بلدة معردس بالكامل بعد معارك عنيفة أفضت إلى انسحاب كتائب الأسد ولميليشيات الموالية وصبقت تحرير البلدة سيطرت الثوار على حواجزة عسكرية عدة إلى جانب تحرير كتيبة الصواريخ الروسية التي تقع على الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة هذا وتتحضر المعارضة لاقتحام جبل زين العابدين الاستراتيجي الذي يعتبر مركزا لقيادة العمليات والحرب وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تحرير الثوار مدينة سوران في ريف حماه الشمالي بشكل كامل إلى جانب السيطرة على حلفاية وطيبة الإمام والناصري وغيرها من البلدات الريفية في حماه في المقابل استهدفت المقاتلات السورية بالقنابل العنقودية مناطق محررة في ريف حماه وارتكبت إحداها مجزرة بحق النازحين ما أدى إلى سكوت العشرات من القتلى والجرحة وإلى حمص توصلت فصائل المعارضة في حي الوعر إلى اتفاق مع النظام على تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الحي وخروج من يرغب من المقاتلين باتجاه مدينة إدلب وكذلك إجلاء المدنيين المحاصرين في الداخل أما وكالة أعماق الناطقة باسم تنظيم داعش فأعلنت أن التنظيم سيطر على مواقع استراتيجية تقع شرق تلت سوانا قرب الطريق المؤدي نحو حقول وشركة شاعر للغاز في ريف حمص الشرقي وعلى الحدود التركية السورية عززت الكوات المسلحة التركية من تشارها في المناطق المحاذية لحدودها وأرسلت مزيدا من الدبابات والعربات المدرعة في إطار عملية درع الفرات وبحسب مصادر عسكرية فأن التعزيزات تأتي دعما للوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود والمساعدة في نزل الألغام التي زرع تنظيم داعش قبل مغادرته منها هذا وبدأت وكالة إدارة الكوارث التركية العمل لإيصال مساعدات إلى جرابوس وإصلاح المخابس في المدينة التي تعاني من نقص في الخبز والمياه أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتلى عشرة عسكريين إيرانيين دفعة واحدة بينهم قادة كبار من ميليشيات الحرس الثوري في المعارك المستمرة مع جيش الفتح في مدينة حلب وريفها في أعلى كلفة بشرية تتكبدها إيران في سوريا منذ أشهر ونعت وكالة فارس الإيرانية عشرة قتلى بينهم ضباط في ميليشيات الحرس الثوري أبرزهم أحمد غلامي ومصطفى رشد بور خلال المعارك مع جيش الفتح بريف حلب في حين لم تحدد الوكالة زبن أو ظروف مقتلهم أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن عشرة سكريين من روسيا والولايات المتحدة سيلتقون في الساعات القريبة المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوضع في حلب من جهته جدد وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف إصرار روسيا على إطلاق حوار سوري واسع النطاق من أجل تسوية الأزمة في أقرب وقت ممكن وقال لفروف أن بلاده تبذل جهودا كثيفة من أجل تسوية الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب وتخفيف معاناة السكان بعد الفاصل في النشرة النائب الحريري تكرم النساء الرائدات في ذكرى إعلان لبنان الكبير في مجلس النواب تكريم لنساء رائدات في الذكرى السادسة والتسعين لإعلان دولة لبنان الكبير وللمناسبة أكدت النائب بهي الحريري أن دولة لبنان الكبير تشكل تجربة إنسانية مهمة وهي تأسست على العلم والتكامل حتى أمس بلدنا منارة للعلم والمعرفة والحوار والشراكة الوطنية النموذجية حدث نسائي بامتياز شهده مجلس النواب ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير برنامج لبنانيات 2020 لبنان وطن للمعرفة فبرعاية رئيس مجلس النواب ممثلا برئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهي الحريري أقيم حفل تكريم الرائدات في الإدارات العامة ورائدات جامعات البحث العلمي في لبنان وصديقات لبنان في المحافل الدولية وذلك بحضور الوزير أليس شبطيني ممثلة رئيس الحكومة ومزراء ونواب وشخصيات سياسية واجتماعية وأكاديمية النائب الحريري قالت أن دولة لبنان الكبير تأسست على العلم والمعرفة والتكامل بين الثقافات والديانات وانصهر الجميع في نموذج إنساني حضاري فأمس لبنان منارة للعلم والمعرفة والحوار والشراكة الوطنية النموذجية وأصبح مدرسة الشرق وجامعتها ومنبرا للحريات الفكرية والإبداعية إن دولة لبنان الكبير كانت ولا تزال جسرا ثقافيا بين الشعوب والحضارات وتشكل تجربة إنسانية كبيرة وهي النموذج الأكثر ضرورة الآن لشعوب منطقتنا التي تشهد اليوم أبشع أشكال العنف والدمار والتي تشاهدونها جميعا وتتابعون أثارها البالغة على الإنسانية يأتي لقاءنا اليوم لتجديد الثقة باللبنانيات اللواتي حملنا راية التعليم على مدى عقود طويلة من تاريخ لبنان وكان لهن عظيم الأثر في الحفاظ على لبنان المعرفة وخصوصا في العقود الخمسة الماضية وهذا ما دفعنا في المبادرة الوطنية لمقاوية لبنان الكبير لاستحداث برنامج لبنانيات 2020 لإزهار الحضور المميز للرائدات اللبنانيات في كل مجال وبعد ألقاء كلمتها كرمت النائب بهي الحريري اللبنانيات الرائدات في الجامعات اللبنانية المصنفة على أساس البحث العلمي ولبنانيات الرائدات في الإدارات العامة إضافة إلى سفيرات الدول الصديقة وممثلات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية تأكيدا على العلاقات التاريخية بين لبنان والعالم إضافة إلى لبنانيات الفتيات المتفوقات في الشهادة الثانوية الرسمية هذا العام وفي ختام الحفل كانت صورة تذكرية عند مدخل المجلس النيابي سلم الفلسطينيان بلال كمال عيسى وأحمد هشام القادري نفسهما إلى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب على أحد حواجز مخيم عين الحلوي لإنهاء ملفهما الأمني أبلغت مصادر عسكرية صحيفة المستقبل أن العبوة التي فجرت أمس عن بعد في كثار زحلي في كثار زحلي كانت تستهدف البساط التي تقل جمهور أمل من البقاع إلى الجنوب للمشاركة في مهرجان ذكرى تغييب الإمام الصدر يذكر أن التفجير أدى إلى مقتر امرأة متسولة من التابعية السورية وإصابة أحد عشر شخصا بعضهم إصابته حرجا نفت قيادة الجيش مدرية التوجيه صحة المعلومات التي نشرتها إحدى الصحف العربية اليوم والتي قالت فيها أن مدرية المخابرات في الجيش قد أبلغت شخصية وزارية لبنانية بضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لوجود تهديدات جدية تستهدف شخصيات سياسية لبنانية ملف الخلاف حول ملكية ما يسمى مشاعات العقورة كان محور لقاءات البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي وقد اتسلم من وفذ من بلدية البلدة جميع الأوراق القانونية لمشاعاتها منذ عهد المتصرفية كما استقبل منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من أذار فارس سعيد وبحث معه كيفية إدارة الأزمة التي بدأت تبرز في جرد جبيل بدءا من اعتداءات ليسا وصولا إلى محاولة تبدل الهوية العقارية لمشاعات العقورة بموجب المذكرة الصادرة عن الوزير علي حسن خليل وتمنى سعيد على البطريارك أن يكون لمجلس المطارنة موقف واضح حول ضرورة تطبيق القانون في ليسا بعيدا عن التسويات والمطالبة بإبطال المذكرة الإدارية بحق العقورة عشية زيارة الراعي إلى المنطقة في العاشر والحادي عشر من أيلول لأول مرة آثار تعود إلى العصر الفينيقي تم التنقيب عليها في مدينة صيد القديمة هذه المكتشفات الأثرية تعود إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد أي إلى الحقبة الفينيقية التي لا تزال معالم تاريخها ضائلة الاكتشاف حتى اليوم ففي هذا الموقع المعروف بالفرير الأثاري في مدينة صيد القديمة تم التنقيب عن معبد مصغر يعود إلى ما قبل نحو ألفين سنة بالإضافة إلى محارق بخور وأواني طعام تتكلم عن تلك الحقبة ومن خلال هذا الموقع الأثاري الذي تشرف عليه بعتة المتحف البريطاني منذ ثمانية عشر عاما يجري وضع أساسات متحف صيد الأثاري المزمعي إنشاؤه ليضم كل مكتشفات الحقبات الماضية يعني فيه يقول نحن عم نشوفه بنوع من الزهول بس نفس الوقت نحن فرح عليه أنه بلدنا يعني غنية بالتاريخ وبالحضارة ونحن عم نركب تاريخ هون بصيدة يلي منه معروف قبل على هالشاطئ اللبناني هيدا تاريخ لبنان اللي ما كان معروف أبدا قبل وهيدا أهمية هالموقع وأكيد كل هالقطع رح تكون بالمتحف متحف مهم جدا جدا لأنه عنا يعني تصوري أنه هال أهمية المتحف أنه فيك تعرفي أنه مثلا هالمعلقة اللي جاي من مصر بتفهمي أنه في علاقات مع مصر بالعصر الحدي عشر هذه المكتشفات بحسب سرحال ستساعد على تركيب قصة اكتشاف التاريخ الفينيقي وتراتب حقبات الحضارات التي شهدتها مدينة صيدة نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل مجلس الأمن يناقش الخطة الأممية لحل الأزمة اليمنية أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان تابعتم فيها افتتاح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في بلدة شبعة وأهالي العرقوب يتناعمون بيوم صحي مجاني المشنوق على الحكومة أن تأخذ حساسيات جميع الأطراف بعين الاعتبار وأن تتعامل معها بروية لتمرير هذه المرحلة المعارضة السورية تواصل تقدمها في ريف حماة وتركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدودها مع سوريا خطة المبعوث الأممي إلى اليمن على طاولة مجلس الأمن لحض الأطراف المتنازعة على استئناف المفاوضات تمهيدا لحل شامل يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم خطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لجمع الأطراف في مفاوضات تفضي سريعا للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي وبحسب مسودة المشروع التي قدمتها بريطانيا تنص على أن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون نتيجة لاتفاق يأتي بعد مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وليس نتيجة لإجراء أحادي من أي طرف ويحث المشروع جميع الأطراف على الانخراط فورا في المفاوضات بنية حسنة وعلى أساس المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي حول اتفاق شامل يغطي القضايا السياسية والأمنية كافة ميدانيا اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح من جهة والمقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة أخرى في جبل المنعم والتب السوداء في منطقة الربيعي وفي محيط جبل الهان غرب مدينة تعز وتزامنت المواجهات مع قصف عنيف وعشوائي بالمدفعية والدبابات على مواقع المقاومة للجيش الوطني في جبل الهان والضباب وكانت قوات التحالف قد كثفت هجماتها على مواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية والمخلوع الصالح لأسيما الكلية الحربية ومواقع قرب مطار صنعاء ومواقع أخرى للمتمردين في مدريتي باقم وكتاف في محافظة صعدة في غضون ذلك أقلعت أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن إلى مدينة جدة السعودية وتعد هذه الرحلة المدنية الأولى من اليمن للمملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب وكان على متن الطائرة 128 مسافرا بعدما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من السعودية وإليها أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردغان توقيف 3495 قاضيا ومدعيا عاما لتورطهم بمحاولة الانقلاب التي أفشلتها البلاد منتصف تموز الفائت وخلال افتتاحه العام القضائي الجديد أشار إردغان إلى أن ذلك لا يضعف جهاز القضاء بل سيساهم بتأسيس عدالة حقيقية منتقدا وقاحة بعض الدول التي أبدت خشيتها من إجراءات تركيا ضد الانقلابيين أضاف أن تركيا لم تطلب قتل الانقلابيين بل قالت قبضوا عليهم وقدموهم للعدالة لمحاسبتهم على فعلتهم كشف رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالح أن بلاده ستبني مفاعلين نوويين جديدين بمساعدة روسيا في محطة بوشهر وقال صالحي أن عمال البناء ستبدأ في العاشر من أيلول الجاري وستستغرق عشر سنوات مضيفا أن إيران ستدخر 22 مليون برميل نفط في العام ببناء هذين المفاعلين الجديدين موضحا أن كلفة المشروع تقدر بعشرة مليارات دولار أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من الخطط الإسرائيلية الجديدة والقاضية ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيرين زعاجة كيربي عفوا زعاجة بلاده من سياسة الموافقة بأثر رجعي على وحدات ومواقع استيطانية غير مرخصة واعتبر هذا الأمر غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي محذرا من أن هذه السياسات تعطي فعليا للحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضرا لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة جديدة قد لا تكون محدودة توعد المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مرة جديدة بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة بعد ساعة واحدة من توليه منصب الرئيس وبعد زيارة مفاجئة إلى المكسيك استمرت ساعات عدة قال ترامب جدد عزمه على بناء جدار مع المكسيك التي سيلزمها بدفع تكاليف بناء الجدار الذي سيفصلها عن الولايات المتحدة ويبلغ طوله ثلاثة ألاف كيلومتر أدى اللبناني الأصل ميشيل تامر اليمين الدستورية كرئيس للبرازيل بعدما أقال مجلس الشيوخ الرئيس ديلما روسيف الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات مع فانزولا وبوليفيا والإيكوادور وكوبا رسميا بات نائب الرئيس البرازيلي من أصل اللبناني ميشيل تامر رئيسا لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية وخامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لتنتهي بذلك ثلاثة عشرة سنة من حكم اليسار للبرازيل جاء ذلك بعدما صوت مجلس الشيوخ على عزل الرئيس ديلما روسيف بغالبية واحد وستين صوتا من أصل واحد وثمانين بتهمة التلاعب بالميزانية بشكل غير مشروع لإخفاء العجز المتنامي في البلاد ولكن من دون أن يحرمها من حقوقها المدنية ما يعني السمح لها بتولي مناصب حكومية تامر وهو في الخامس والسبعين من عمره يمارس مهام الرئاسة بالنيابة مذو ثاني عشر من أيار الفائد تاريخ تعليق مهام روسيف التي وصلت إلى سدة الرئاسة للمرة الأولى في العام 2010 وأعيد انتخابها في العام 2014 أولى مهامه الرسمية ستكون في الصين التي سيتوجه إليها لحضور كمة مجموعة العشرين وهو أكد في خطابه الأول بعد أدائه اليمين الدستورية افتتاح عهد جديد من عامين وأربعة أشهر حتى موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة نهاية العام 2018 كما اعتبر أن الوقت حان لتوحيد البلاد متعهدا بالعمل على إنقاذ الاقتصاد الذي يعاني من الركود عزل روسيف أشعل الشارع البرازيلي حيث شهدت مدينة ساو باولو أكبر مدن البلاد تظاهرات احتجاجية سرعان ما تطورت إلى اشتباكات مع الشرطة كما ترددت أصداء الإقالة في الدول المجاورة التي تحكمها أحزاب يسارية والتي وصفت عزل الرئيس البرازيلي بالانقلاب فردت حكومة الرئيس ميشيل تامر باستدعاء سفراء البرازيل من فنزولا والإكوادور وبوليفيا للتشاور تحول الإعصار مادلين إلى عصفة مدارية مع تحركه نحو بيغ آيلند في هواي وتأهب السكان لهبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة فيما واصلت عصفة أخرى مسارها نحو ولايات فلوريدا نصل إلى الاقتصاد نتابع بعد الفاصل الخطوط الجوية لبريطانية تبدأ بتسيير ست رحلات أسبوعيا إلى طهران